ندعو المتسابقة ما بنت سيسي من غينيا بيساو وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول اقرأي من قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب غقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث فحسبه جهنم فلبئس المحاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله أعيدي من قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور حسبك السؤال الثاني إقرأي من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون لا يسأل أما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هذا ذكر من قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الهق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارطد وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم أن آياتها معرضون حسبك السؤال الثالث اقرأي من بداية سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممجدة حسبك حسنت بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر